في تحديث بدأ يظهر جديد للقنوات اللي فيها فيديوهات كتير من الشورتز وليس كل القنوات يعني ايه ده اللي حوضحه لك دلوقتي لو جينا مع بعض ودخلنا على الاحصائيات هنا تحت هنا الاحصائيات بعد كده دخلنا على التفاعل اللي فوق هنا التفاعل ضغطنا عليه حيجيب لحضرتك اهم المقاطع الرئيسية التي تؤثر في مقياس الاحتفاظ بالجمهور ودي كنا تكلمنا عليها قبل كده اكتر من مرة في القناة لكن الحاجة الجديدة بقى اللي بدأت تظهر وهي اهم محتوى الريميكس بيقول لحضرتك هنا محتوى قناتك الذي يتم استخدامه لانشاء فيديوهات شورتز قصيرة يعني حضرتك لو بتنزل فيديوهات شورتز كثيرة اكتر من مرة في ناس بيستخدموا الصوت بتاعها او بيعملوا ميكس معاك بيبدأ يجيب لحضرتك بالشكل ده الفيديوهات هنا ودي اهم محتوى الريميكس الريميكس يا جماعة زي الريميكس اللي كنا بنعمله بالاغاني انا فاكر زمان كنا بنعمل مثلا اهاب توفيق بعدي عمر دياب بعدي مش عارف مين بعدي كده مجموعة من الاغاني هكذا برضو حضرتك بتستخدم صوت شخص وتبدأ تحطوه على فيديو ليك فيبقى هنا ميكس فاهمني الميكس ده بقى هو اهم محتوى في قناتك وبكده حضرتك حتقدر تعرف مين بيستخدم فيديوهاتك الشورتز جايب مشاهدات ايه يعني مثلا انا لو بعمل فيديو زي الفيديو ده بص الفيديو قدام حضرتك ده ودخلت وعملت الفيديو ده وضغطت عليه هنا وبدأت هشوف مين استخدم الصوت هفتح الفيديو نفسه وابدأ ايجي تحت على الصوت ههو اضغط عليه هيبدأ يجيلي الفيديوهات الشورتز اللي هي تستخدم هذا الصوت مثلا ده جايب 16 مشاهدة غيره ممكن يجيب اكتر غيره ممكن يجيب اكتر غيره ممكن يجيب اكتر وطبعا ده حاجة خاصة بايه بالجمهور ولو حاجة خاصة بالجمهور هتبدأ تزهر لحضرتك في التفاعل يعني النهاردة احنا لسه متكلمين على التفاعل وي لا تكلمنا عالجمهور اللي نهاردة تكلمنا عالجمهور هنا حاجة يعني جمهور جديد هنا حاجة خاصة بالتفاعل بس عايزة نبعك لحاجة صغيرة والحاجة دي اتقالت انبارح او اول انبارح في مؤتمر اليوتيوب بيقول لحضرتك ايه ان سنة عشرين اتنين وعشرين هي سنة الهاتف يعني حضرتك اخر عشرين وعشرين مش هتكون محتاج لكمبيوتر علشان تبدأ تنجح على اليوتيوب لا حضرتك قادر تنجح بالموبايل وده اللي بيحاول على قد ما يدر يثبته اليوتيوب بشكل مستمر من خلال تحديثاته في استوديو اليوتيوب الخاص بالموبايل وطبعا ده حيكون انجاز رهيب شكرا لجميع نتقبل ان شاء الله حالة جاية في توضيح جديد شكرا